ذكر في السوشيال ميديا أن الكابتن محمد صلاح عايز يعتذر عن مباراة العودة أمام موريتانيا وكمان اتقال أن نادي ليفر بول بعد جواب رسمي لتأمين محمد صلاح في موريتانيا تواصلنا من خلال فريل عمل مع اتحاد القراءة المصري والأكد أن محمد صلاح ما طلبش هذا الطلب وأن محمد صلاح متواجد في المعسكر سواء المباراة الأولى أو المباراة التانية وما فيش أي حاجة بتقول كده بجانب أيضا النادي ليفر بول ما أرسلش أي رسالة للتحاد القراءة المصري بيطالب فيها بتأمين صلاح تأمين خاص في موريتانيا وأن البعثة كده كده بتؤمن بالكامل بما فيها محمد صلاح يعني ولا صلاح تواصل مع منتخب مصر لكن مين اللي بيطلع هذا الكلام الله أعلم وعلى العموم الأيام جاية هنشوف فعلا هل محمد صلاح هيعتذر عن المباراة التانية ولا لا ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية